تواصل مصر جهودها لخدمة الأشقاء الفلسطينيين باستقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستقبال الجرحة والمصابين وتوفير الإقامة الكاملة لمرافق المصابين والجرحة والعلاقين الفلسطينيين له مزيد من المتابعة ينضم إلينا مرسل التلفزيون المصري محمود جميل مباشرة من العريش محمود بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك وماذا عن الشحنات الجديدة؟ نعم بعد التحية لازلت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة اليوم نتحدث عن الشاحنات التي توجهت بالفعل إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة نتحدث عن 131 شاحنة دخلوا من الجانب المصري متجهين إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 107 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية وأيضا الأدوية اتجهت مباشرة للإخضاع إلى عمليات التفتيش ثم الدخول إلى الجانب الفلسطيني أيضا بوابة معبر رفح لازالت مفتوحة أمام استقبال الجرحة والمصابين نتحدث عن منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة تحديدا تم وصول 19 مصابا إلى معبر رفح بالإضافة إلى 24 مرافقا ليتم تقديم كل الخدمات الصحية لهم نتحدث أيضا عن وصول عدد من المصابين والجرحة ومرافقيهم إلى هنا في هذه المنطقة التي نتواجد بها في مدينة العريش وهي عمارات السبيل وهي الوحدات السكنية التي خصصتها محافظة شمال سيناء لإقامة المرافقين والعالقين وأيضا الجرحة والمصابين نتحدث تحديدا عن 11 مصابا وصلوا بالفعل يعني أرى سيارات الإسعاف أمامي الآن هذه السيارات بها 11 مصابا بالإضافة إلى 9 مرافقين وهؤلاء المصابين من الحالات الإنسانية وأيضا بعض الإصابات الخاصة بالأورام والسرطان يتم تقديم كل الخدمات المختلفة لهم وكان هناك يعني تفقد من محافظ شمال سيناء منذ قليل لهذه الوحدات وتفقد أيضا عمارتين جديدتين سيتم بطبع يعني افتتاحهما لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين سواء من الجرحة والمصابين أو حتى من المرافقين وأيضا تم التفقد خدمة الدعم النفسي المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري هنا في عمارات السبيل يتم دعم الأطفال نفسيا وأيضا دعم الجرحة والمصابين وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم وأيضا تم الاستماع إلى بعض الخدمات التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيين وتوعد المحافظ بتنفيذ كل هذه الخدمات وإتاحة هذه الخدمات ووجودها لهم كما التقينا أيضا بعدد من الأسر الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين الذين أشادوا بالجهود المصرية المبذولة هنا في محافظة شمال سيناء وتحديدا في عمارات السبيل والخدمات المقدمة بمجرد وصولهم إلى معبر رفح وحتى وصولهم إلى المستشفيات وتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المختلفة وصولا إلى هنا أيضا في عمارات السبيل وأيضا كان هناك تعاون كبير بين الهلال الأحمر المصري وأيضا الفلسطيني والليبي والتقينا بهم أيضا عبروا عن الشكر على التعاون المستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني في تجهيز المساعدات الإنسانية وإرسالها عبر معبر رفح وأيضا فيما يتعلق بتجهيز كل الوحدات السكانية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين والعمل على تذليل كل العقبات الخاصة بهم وأيضا دعمهم نفسيا فيما يتعلق بعد ما رأوه من مشاهد صعبة داخل قطاع غزة فبالتأكيد كل هذه الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة فبالتالي بوابة معبر رفح لم تغلق يوما واحدا وأيضا محافظة شمال سيناء وكل هذه الأماكن لازالت تستقبل كل المصابين والجرحة والأشقاء الفلسطينيين أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش